طبعاً هنقول برضو الماتشات اللي هتتلاعب اللي هي الجولة الأخيرة بين الفرة وبعضها طبعاً زي ما تكلمنا وقلنا الفريتين وصلوا خلاص النهاردة في الجولة السادسة والأخيرة الأهلي مع يونج أفريكان وشباب لوزداد مع مدياما بطل غانا وده بقى اللي يتقال عليه تحصيل حاصل مش ماتش الأهلي اللي يتقال عليه تحصيل حاصل لأن الفريتين فوق وصلوا آه بس الفريتين بيلعبوا على الصدارة إنما شباب لوزداد ومدياما الغاني خلاص هم الاثنين بره البطولة الموريات بقى اللي هتتلاعب يوم السبت غداً إن شاء الله عندنا سانداونز بطل جنوب أفريقيا هيلعب مازينبي على صدارة المجموعة في جنوب أفريقيا بيرامدز مصر وينوذيب وموريتانيا ودعوا البطولة سيمبا بيلعب جالاكسي بوتسوانا الوداد المغربي اللي كان آخر مجموعة والماتش اللي فات عنده فرصة إنه يتقال في مبارا بكرة وعنده أسك مموزة بطل كود فور على ملعب الوداد المغربي وفرصة كبيرة جداً 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 للوداد للتأهول ترجي التونسي المجموعة دي لسه متحسمتش ولكن الأقرب زي ما بنقول الترجي التونسي الترجي عنده ماتش مع الهلال السوداني بكرة في تونس وبترو أتليتكو بطل أنجولا بلاعب النجم الساحلي بطل تونس غداً إن شاء الله إحنا آه يا ريت تجيب لنا مشوار الأهلي طيب النادي الأهلي بدأ في الدور الأول لعب مع سان جورج الإثيوبي كسب 3-0 ومباراة العودة في إثيوبيا كسب 4-0 دخلنا بعد كده على دور المجموعات النادي الأهلي فاز على مدياما في المباراة الأولى 3-0 وتعادل في مباراة تانية مع يانج أفريكنز هناك في تنزانيا وتعادل مع بلوزداد في مصر 0-0 وتعادل مع بلوزداد في الجزائر 0-0 والمباراة الأخيرة النادي الأهلي كسب مدياما بطل غانا 1-0 في غانا والنهاردة المشوار أو النهاردة الجولة الأخيرة الأهلي مع يانج أفريكنز المشوار بقى يانج أفريكنز يانج أفريكنز لعب مع أساس تلكم وكسب 2-0 وكسب 5-1 المشوار الأولاني خسر 2-0 وكسب المشوار الثاني 5-1 أعتقد كسب المشوار كسب المشوار ده الدور التمهيدي الأول وبعدين الدور التاني قبل ما يوصل بقى خلاص قبل ما يوصل لدور المجموعات لكسب المشوار في الدور التمهيدي الأول وبعدين الدور التاني يانج أفريكنز لعب مع المريخ كسب 2-0 وكسب 1-0 وكان في الفترة دي كان مدرب نادي المريخ السوداني كافتن أسامة نبيه يانج أفريكنز لعب مع شباب بالوزداد ويانج أفريكنز في الماتش ده على فكرة عمل ماتش هايل هايل يعني شباب بالوزداد كسب 3-0 من 4 حجمات ويانج أفريكنز كان هو اللي مسيطر على المباراة والمباراة اللي بعدها يانج أفريكنز تعدل مع النادي الأهلي واحد واحد في تنزانيا ويانج أفريكنز تعدل مع مدياما الغاني واحد واحد في غانا ورجع كسبه في تنزانيا 3-0 والمباراة اللي هي قبل المباراة الأهلي النهاردة يانج أفريكنز كسب بلوزداد في مفاجأة كبيرة 4-0 والنهاردة إن شاء الله يانج أفريكنز بيلاقي النادي الأهلي